كتب حبيب العمر في إهداء كتاب دموع فريد الأطرش إليك هذا كتاب حياتي إن الدموع مشت في كل فصوله ومنذ وضعت قدمي على أول الطريق إلى عالم الفن وعندما طرق الحب باب قلبي أسعده مرة وأبكاه مرات هي قصة عمري أهديها لك وفي نجاحي بعض منك لقد كنت دائما معي وحتى حين بلغت حافة الموت كان يشدني إلى الحياة رباط من أنبل عواطفك تقديرك وحبك ورقة قلبك من أجلي ومن نبض عاطفتك مسحت دموع شقائي واستحال الألم والعذاب والحرمان والحب إلى خطقات قلبي على عودي أنغاما وألحانا ولقصة عمري التي بين يديك بقية في ضمير الغيب يعلم الله كم فصلا تدوم وكم تطول فقرأ ما كان منها فريد الأطرش والكتاب بقلم فوميل لبيب وصدر عام 1963 عن دار النشر الحديث ببيروت ضمن سلسلة كتاب الموعد الذهبي وفي طية الغلاف كتب مؤلفه فنان من بلادي عاش لدموعه وآلامه عاش لأحاسيسه المرهفة وعاش معه الملايين في أجواء النغم العبقري والطرب الشجي وأعطى الفن العربي الكثير من التجديد والابتكار والتطور إنها قصة من أعمق قصص التاريخ الفني في هذا الشرق عزيزاتي أعزائي أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل حيث أوصل تقديم كتاب دموع فريد الأطرش متسلسلا في حلقات نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء وصديقات وإليكم في هذه الحلقة الجزء الثاني من الفصل الأول والذي يحمل علوان طريق الدموع ففي الجزء الأول كان الحديث عن مولد فريد ولعه بالغناء منذ صباه وإشارة إلى موت شقيقه أنوار وخاليه خليل ثم هرب الأسرة من دي ميرجي في تركيا بسبب الحرب وميلاد أسماهان في سفينة البحر فوفاة شقيقته وداد وألم الصبي لفراقها وفي هذا الجزء الثاني سنتعرف حق فريد للخير ومساعدته المحتاجين منذ صغره مما كاد يودي بحياته في حادثة غرق وانضمان فهد الأطرش إلى التوار في معركتهم ضد الفرنسيين وصنع الرافق وعلياء المنذير وهي تهرب بأولادها الثلاثة من بيروت حتى وصولها إلى القاهرة ولحظات شيقة وممتعة لم يكن للهز الذي رآه فريد في الجبل ولا للنعيم الذي رتعت فيه الأسرة في بيروت خلوذا في حياة القافلة التي تحمل اسم فهد الأطرش ولا كان فريد يدرك أنها فرصة لكي يعب من السعادة للأيام السود القادمة كان ينصرف من القصر ليلعب مع الصبية الفقراء أحدهم أغراه بأن يذهب معه إلى شاطئ بيروت عند الروشة لكي يعاونه في صيد السمك وفريد الذي لم يكن قد تجاوز السادسة من عمره أطاع في غير تردد فعرب من خادمته وغرع إلى البحر وأمضى صحابة النهار في صيد السمك وتحمس وأوغل في الماء فجاءت موجة عالية واختطفتها صديقه الذي معه ارتع وصرخ فتجمع الناس واندس في الماء باسل منهم وخرج بفريد وهو يسارع الموت فأفرغ ما في جفه من ماء مالح وسأله ابن من يكون وحمله إلى القصر وهو في عجم من أمر ابن الأكابر يساعد في الصيد المرتزق فلما عاتبت الأم فريدا قال صديق الجائع ألا أعاونه في تحصيب إخوته وعرفت الأم لماذا كان فريد يأخذ الفاكهة ويقول إنه سيأكلها في الحقيقة ولماذا كان يختلف إلى المطبخ ويخرج منه بلفافة فتتغاضى عنه حاسبة أنه يفعل خيرا وخيرا كان يفعل ولكن هل يفعل الخير إلى حد أن يوشك على الموت ترى هل يجد هو بعد ذلك من يحمل له لفافة طعام شهير من قصر غني ترى هل سيصادف من يبذل له حياته مثل ما كان يبذل لصديقه الفقير سألت الأم نفسها هذه الأسئلة ولم تجد جوابا غير صور من الماضي تتتابع عبر مخيلتها وتسلمها لدن الشديد والحزن الكثير آخر تلك الصور صورتها وهي عند الأمير سليم الأطرش حاكم جبل الدروز فقد التقت به في قصره في دمشق وسألته في فضول ماذا تريد يا سليم؟ فهذا الأطرش ابن عمي تعلمين لقد انضم إلى صف الطوار في الجبل وماذا في هذا؟ إنني أعرف ذلك منذ تركنا وأعرف أن الجبلة يتحول إلى ميدان قتال تفرشه الدماء لو كان ابن عميك يرعى أسرته لما تركنا للوحدة والقلق إنني فررت من بيروت في نارا حين علمت أن الفرنسيين يترطصون بأسرة فهد الأطرش ليعتقلوها إنني أتحمل أي شيء ولكن ما ذنب هؤلاء الصغار؟ مهلا يا زوجة ابن العم فهد الأطرش أرسل يطلبك مع الأولاد لتذهب إلى الجبل وستكونون في الحمى كل الحمى وستقيمون في قلب كل درزي ماذا يفعل الصغار إذا أصابت رصاصات الفرنسيين قلوب الدروز جميعا؟ فكضم سليم الأطرش غيظه وقال بلهجة حاسمة مطلوب مني أن أخذ أولاد بن عمي إليه أما أنت ففعل ما تشائين بعد ذلك فقالت بلهجة أشد حاسمة الله لا يريك درية إن أنت فرقت بيني وبين أولادي وأصابت الرمية مقتلا من سليم الأطرش فقد كان يشتهي الدرية والسماء بها ضمينة ومدار الأمل في عمره أن ينجب وها هي عالية تطلق دعاء أم مقروبة وحتما مفتحت السماء أبوابها للدعاء وظل سليم الأطرش بلا حرك لدقائق فلما تحرك من مكانه هبت إلى أولادها تحميه منه وحلقت ابتسامة باهتة على شفتيه ومضى إلى حجرة جانبية وأحضر كيسا من نقود عاد به إلى الأم وهو يقول حد الله بيني وبينك خدي هذه النقود واذهبي وخرجت وهي لا تكاد تصدق أنها أنقذت فلاداتك بديها من الموت في الجبل وفكرت في أين تفر بهم بعد أن أصبح الخطر خطرين خطر الفرنسيين وخطر فهد الأطرش حين عادت إلى بيروت لم تكن تنام الليلة وهي تحرس بعينيها فراخها الصغار وكان أرقها يزداد مع كل خبر يصر من جبل الدروز فيقول إن القتل الفرنسيين يسقطون بالعشرات إن معنى هذا أن الفرنسيين لنفيتوها من أيديهم وكانت في تلافي في رأسها فكرة تختمر وتبين لها المعالم والخطوط يوما بعد يوم فكرت في أن تذهب إلى مصر فقد قرأت عن مصر كثيرا وعرفت أنباء طورة الشعب مع سعد زغلول تلك الطورة التي فجرت في قلوب العرب حبا لها وعرفت أنها دار مضيافة تفتح ذراعها لكل عربي ومنها يجيء الفنانون والمطعبون وفيها الخير العميم ولم يبق على تنفيذ الفكرة إلا السبب الأخير والموقف القاهر ذات منتصف ليل دق الباب فارتاعت عالية واحتضنت أطفالها وهي تسأل الطارق من أنت وماذا تريد وعلى هذا وقت تطرق فيه بيوت الناس لا أقض النرخدم أولا ليقابلوك لا تبدأ العجلة فأنا أعرف أحايل النصوص أما الطارق فقد كان في صوته توسل لا يخفى فلما تبينت عالية فتحت ظلفة الباب وشرعت أذنها لتسمع سيدتي صدر أمر القرض عليكم هيا إلى الفرار أنا درزي وأنتم أهلي وعشرتي وتذكرت عليها كيف فروا في السيارة التي أحضرها طارق الليل الذي لا تعرفه وكيف تركت أقراف بيروت قبل أن يتنبع إليها الفرنسيون ثم كيف اندفعت إلى القطار في حيفا ومقصدها القاهرة ثم نشرت الأم غطاء خفيفا على أولادها فؤاد وفريد وأسمهان وراحت تتجول بعينيها في المسافرين من حولها كانوا يترترون ولا يكفون عن اللغط أما هي فوجدت في السنت ملادها لترتب صور الماضي ابتداء من يوم كاد فريد يغرق حتى اللحظة التي كانت الأسرة كلها تقع فيها في يد الفرنسيين ثم راحت تجد من كل هذا الماضي بابا تدخل منه إلى المستقبل فهل يمكن التكهون بشيء عما يطويه القدر؟ وهل يستطيع الخيال أن يسبق الأيام القادمة ويرسم لها صورة تدخل الطمأنينة وتهدئ روع الأم التي تواجه الدنيا وحيدة إلا من ثلاثة أكوام من اللحم تفتح أفواها لتطلب الطعام وتمد أطوالها فتطلب التياب وتنشر أيديها تطلب نصروف وتوقفت الأم عن الاسترصال في أفكارها عندما استرخى القطار عند القنطرة وصعد إليه رجال الجوازات وعند الأم وأولادها توقفوا من أنت ومن أعطاك إذنا للدخول فتجيبهم الأم بلهجة درزية فيها السعلاء وتتحرك في الرجال عروق التحدي ليس لك من يعرفك في القاهرة فلن تدخلي ليس الأمر فرطا كما تتصورين فانبرت الأم تقول بل يعرفنا سعد زغلون إنه شبيه في الكتاح بسلطان الأطراش وزوجي فهد هما صادقان على طول المدهة فاسألوه وتبدلت لهجة التحدي عند رجال الجوازات إلى شروع في الملاينة وذهب أحدهم إلى جهاز التليفون ليطلب رئاسته ورئاسته طلبت بيت الزعيم سعد فلما سمع سعد اسم فهد الأطراش أصدر أمره بأن تدخل الأسرة البلاد بغير قيد أو شرط وفي تجلة واحترام حمل رجال الجوازات نبأ إلى الأم وأولادها الذين كانوا قد فتحوا أعينهم كالفناجين بعد أن طار منها النوم وفي غدون عام 1924 بلغ القطار القاهرة رحم الله حبيب العمر كما أسعدنا بفنه الراقي الجميل وغفر لنا وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل تقبلوا تحية أخيكم نعيم المامور